الله يهنيه يعني إلا طبعا لابد أنه الإنسان يجامل أهل بيته يحاكيهم باللطف وكما كان صلى الله عليه وسلم كان أفكه الناس مع نسائه صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهم السرور يلاطفهم يكلمهم الكلام الحسن لكن إذا الواحد بده يتكلمك بده يضبط لسانه بده يضبط لسانه لا يتكلم الكلمة إذا بدك تدخل فيها السرور على أهل بيتك لك فيها أجر فيها أجر إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذت أربعين حسنين إذا فتت وانت عبتت بسام على البيت تبسمت في وجه أهلك في لك أجر كبير كان صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا إذا دخل بيته هكذا وصفت سيدي عائشة فأكثر ما يدخل النار الأجوفان الفم والفرج هذا الحديث الثاني والحديث الثالث روى الإمام البخاري عن سيدنا سهل بن سعد قال رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه من يضمن لي ما بين لحييه لحييه يعني فكيه اللي هو اللسان من يضمن لي شو يعني يضمن لي يعني يكون هذا اللسان وفق منهاج الله وما يحب الله ورسوله من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ضماني تضمنها الموضعين الفم والفرج من ضمن لي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة الحديث الرابع عن سيدنا عقبى بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت من نجات شلون بدين أنجو من يوم القيامة من عذابه من عذاب النار من نجات شوفوا قال له النبي عليه الصلاة والسلام تلق شغلات إذا ما نطبقهم والله ننجو بإذن الله في الآخرة قال أمسك عليك لسانك بدك تساوي عليه كونترول ما تحكي إلا الشيء اللي الله بيحبه أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك لا تطلع من البيت إلا للضرورة وليسعك لأنه بدك تطلع من البيت بدك تخالط الناس ما عابب يحكي إنه الواحد ما يشتغل ولا يطلع روح بس حاول لوقت ما بيكون في عندك ضرورة لعمل أو لغيره عود ببيتك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ساوي الذنب استغفر الله سبحانه وتعالى حفظته قال من نجات يا رسول الله قال أمسك عليك لسانك واثنين وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك دائما تذكر ذنوبك وتذكر عقاب الله عليها واستغفر وابكي إن استطعت على كل ذنب فعلته لأن هذه الدموع تمحوا تمحوا ما اقترف الإنسان إن الله ليطفئ بالدمعة الواحدة بحورا من نار جهنم أمسك عليك لسانك خطر اللسان خطر يا شباب إذا أنت فلدته خطر يدخلك المهالك يريدك المهالك في الدنيا والآخرة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك الحديث الأخير روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يعني اللي الله بيرضى عنها وبيحبها لا يلقي لها بالان ما عبي يفكر فيها يعني إنه في لا وزن فيك يرفعه الله بها درجات في الجنة كلمة واحدة يعني هلأ مثلا أبوك توفي رحمه الله قلت ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا قال العبد يكون في الجنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيرفعه الله بها درجة فيقول أي ربي بما هذا فيقول الله عز وجل إن ولدك في الدنيا قد استغفر لك كلمة ربي اغفر لي والده ربي اغفر لي ولوالدي كلمات بسيطة لا تكلفك شيئا لا تلقي لها بالان إذا أبوك عم بيرتفع بها في الجنة أنت شوف تسير فيك حترتفع أكثر إن شاء الله لذلك إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالان يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله شيء الله ما بيحبه لا يلقي لها بالان يهوي بها في جهنم في مرة من المرات نصاحت أخ قلت له سجل المكالمات اللي عم تحكي فيها وعود راقب تحكي مع فلان وفلان 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 ليس لكي نتجسس لكن فقط لكي تعرف ما تحكي وبعد جمعة دعنا نتواصل قال لي يا أستاذ بعد جمعة قال لي نص الكلام ما نطعمه ونصه الثاني والله فيه اسم لأنه سيتضمن غيبة وكذب وأحيانا كلام فاحش يعني فوق مننا يدفع عليه وصالح لذلك إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سقط الله الله ما بيحبها يهوي بها في جهنم سبعين خريفا اليوم بخطبة الجمعة مرأ معنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر فجاء رجل فسب أبي أبا بكر سبه شتمه فيبدو أبو بكر احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام سكت ما رد قال فسبه فلم يرد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يعجب ويتبسى أبو بكر عبين سب يا هيك وهيك النبي عليه الصلاة والسلام ساكت وشو عم يتبسى قال ثم سبه أخرى فما رد أبو بكر والنبي ساكت يبتسل قال فلما كرر عليه الشتيمة رد أبو بكر ما حاجة أول مرة سبتني ثاني مرة وبعدين اتع لهون فلما رد عليه الشتيمة والسب غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام من المجلس لحقه أبو بكر يا رسول الله لما سبني أول مرة وتاني مرة وتالت مرة أنا ساكت وأنت عبت تبسى لما أنا دافعت عن حالي ورديت عليه الشتيمة بشتيمة أخرى انزعجت يا رسول الله قال يا أبا بكر حينما سبك في المرة الأولى وأنت ساكت قيض الله لك ملكا يدافع عنك انزل الملك عم يدافع عنك المرة الأولى والثانية أنت ساكت الملك عم يدافع عنك قال فلما رددت عليه الشتيمة والسباب ذهب الملك وحضر الشيطان ولا ينبغي لنبي أن يحضر في مجلس فيه شيطان معناتها كلمة ما ساويت جابت الشيطان أما سكوته حضرت الملائكة تدافع عنه لذلك ورد في الحديث المتسابان شيطانا يعني هذا معه شيطان وهذا معه شو شيطان لا أرى أتنين يتسابون بعضهم أو يشتمون بعضهم إلا أن أتنين معه شيطان مؤثر عليهم لذلك يا أخوانا هذه الأحاديث تشير إلى خطر اللسان تشير إلى خطر اللسان بعد أن سمعت هذه التهديدات من النبي صلى الله عليه وسلم شو الحل الحل بدك تدير بالك من هذه الأفات التي هي آفات اللسان وأمراضه لأنه لا سمح الله هذه إذا استمريت عليها تريد كلمة هالك طيب شو الحل الحل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شو طويل الصمت يعني شو يعني يعني كان ما يتحدث إلا الشيء الذي فيه ضرورة وكان نبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا ما فيه أجر فيه أجر حكا ما فيه أجر طويل الصمت كثير الذكر قليل الضحك صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما تضحك كان جل ضحكه شو الابتسام صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم لكن كان قليل الضحك القهقها يعني أو الذي يعني تبدو فيه النواجد فالحل هو يا شباب شو الحل الأفضل شو الحل يا أمو محمود الصمت الصمت لذلك ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وأحمد من صمت نجا صلى الله عليه وسلم أعطاك اثلت كلمات فيهم سعادة ونجاة من صمت نجا ما بدك النجاة إيه والله يعني ما نحكي ابنه لا أحكي الشيء النافع ما ينفع في دنياك أو في آخرتك شيء النافع في دنياك أو في آخرتك أما الكلام الذي لا فائدة منه لا في الدنيا ولا في الآخرة فالسكوت عنه أو لا من صمت نجاة وقال رسول الله قال رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه من سره أن يسلم يصل إلى السلامة من سره أن يسلم فليلتزم الصمت سكوت ولذلك كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت والصمت يا شمام يعني سماه النبي عليه الصلاة والسلام أيسر العبادات هلأ في عبادات قيام الليل في الساعة ثلاثة ساعة انتين ونص لكي تصلي وتستغفر وتقرأ قرآن وتدعو الله صعبة الصوم عبادة صعبة صح الكلام أكسو الصوم بأيام الصيف أي خدمة الخلق فيها صعوبة لكن قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن وأثقلها في الميزان عبادة يسيرة وثقيلة في الميزان وخفيفة على البدن شو هي قال الصمت ما تأصمت عبادة صلصا إذا أنت عبت تسكت عما حرم الله لأجل الله فأنت تتعبد الله بهذا الصمت وحسن الخلق هذول التنتين يعني اتعاملك اللطيف مع الناس كلامك اللطيف الصمت وحسن الخلق ألا أخبركم بأيسر العبادة عبادة يسيرة ولكن أجرها عظيم وأهونها على البدن وأثقلها في الميزان الصمت وحسن الخلق وكل ياتنا نحفظ هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من حافظه؟ يا عين يا عين لكل مشكلة يا أبو حافظين نصفه محفوظ نذهب لنذهب لنطبئ هلا بنا نطلع من هنا هلا نخفف قدر المستطاع مو نخفف يعني نصفه عما يغضب الله كل شيء كلمة بتغضب الله ولا ترضي الله هذا من شكر اللسان نعمة اللسان ما نتكلم إلا فيما يقربنا إلى الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شوف هي علامة الإيمان أنت مؤمن؟ نعم شو علامة الإيمان؟ فليقل خيرا أو ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه شو الفضل من اللسان؟ الفضل هو الزيادة يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو يعني الزيادة الفضل ما زاد عن حاجتك الضرورية فطوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله أقول له النبي عليه الصلاة والسلام الله يهني لهذا الإنسان ينفق الفضل من ماله ويمسك الفضل من لسانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونختم بهذا قال عن سيدنا أنس رضي الله عنه استشهد منا غلام يوم أحد يوم أحد كم قتل من الصحابة يوم أحد سبعون من خيرة الصحابة وعلى رأسهم أسد الله ورسوله سيدنا حمزة سيد الشهداء وعبد الله بن جحش عليه رضوان الله وسبعون من الصحابة قال منهم بينهم شاب استشهد منا غلام يوم أحد فأتت أمه إلى أرض المعركة فوجدته مضرجاً بدمائه فرفعت رأسه ومسحت التربة عن وجهه عبتم سح التربة عن وجهه ما مش تشهد وقالت هنيئاً لك الجنة يا ولدي قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلت الله يهنيك شو قالها النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك أنه في الجنة يا لطيف شو أعرفك أنت متأكدين لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه يا لطيف معتا الكلام فيما لا يعنيه الكلام الذي لا تدعو له ضرورة في الدنيا أو في الدين لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره شغله ما بتضره بيمنعها يا أخوانا بدنا ننتبه شهيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل قالت أنه ممكن ممكن ما يفوت على الجنة لأنه لعله كان يخذي كلام ما له طعمه طيب وقيل لسيدنا عيسى رضي الله أو عليه السلام دلنا على عمل يدخلنا الجنة فماذا قال له يا روح الله دلنا على عمل يدخلنا الجنة قال لا تنطقوا أبدا منحك ابنوب قال لا تنطقوا أبدا قالوا لا نستطيع يا روح الله قال إذن لا تنطقوا إلا بخير تحسين إلسانك ما تنطق في إلا خير هذا الهدف من هذا الدرس والدروس التي ستلي لكي نحن نسلط الضوء على الأشياء التي ربما كلمة منها تدخلك سبعين سنة في نار جهنم وأنت ساقط ننتبه العبد اللي يتكلم بكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا والله ستشوفه إن شاء الله بكرة مع ذكر الآفات اللسان أنه نحن تقريبا تقريبا ثلاثة ارباع حكينا لازم ما يكون ثلاثة ارباع وهذا ما قال عليه العلماء أنت شوف أحكيك أسمه بيطلع معك الربع فقط هو الكلام النافع والثلاثة ارباع اللي هو لازم كنا نسكت عنه وهذا الكلام سوف نحاسب عنه بين يدي الله يوم القيامة مثل ما بيجيبوا لك أعمالك صلاتك وذكرك ولا سمح الله معصيتك العملية كمان يأتون بالمعاصي القولية وستحاسب عنها يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين الفاتحة